تابعوا إياكم حلقة الليلة من نبض البلد التي نواصل فيها تخطية العدوان على قطاع غزة وابر استوراته وفي هذا المحور سنتحدث عن الحالة الجوية وأثرها تحديدا على أبناء قطاع غزة ولوه فقط لأن هناك حديثا الآن عن تقارير تتفائل بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وبين حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في هذا المحور سنبحث مع مراسلنا من غزة غازي العلول المعناء التي يقضي فيها الغزيين ليلهم اليوم بعد هذه الحالة الجوية وسنكون قبل ذلك مع الأستاذ جمال الموسى من طقس العرب مباشرة نستشار في طقس العرب الحديث عن طورات الحالة الجوية في غزة تحديدا وفي عموم المنطقة الأستاذ جمال الموسى معنا مباشرة أستاذ جمال مساء الخير لك وأبدأ معك أستاذ جمال في آخر طورات الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة خلال الساعات القائلة القادمة وتحديدا نريد مزيد من تصليل الضوء على قطاع غزة مساء الخير لحضرتك أخي محمد ومساء الخير لجميع مشاهدينا فعلا بدأت المملكة اعتبارا صباح هذا اليوم بالتأثر بمنخفض جوي وكتل هوائي باردي هذا المنخفض كان شمال تركيا لكن الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنخفض بدأ تأثيرها في صباح هذا اليوم مناطق الشمالية امتدت بعد ظهر هذا اليوم وبعد العصر والمساء لتشمل تقريبا معظم مناطق المملكة الشمالية والوسطى وأيضا الجنوبية طبعا نحرف غزة هي جزء من فلسطين وفلسطين جزء من بلاد الشام المنظومة الجوية أثرت على منطقة بلاد الشام وأيضا على العراق وشمال العراق وبالتالي الجبهة الهوائية الباردة أثرت أيضا على غزة أدت إلى سقوط زخات رعدية وأمطار غزيرة وأيضا إلى اشتداد سرعة الرياح بالإضافة إلى زخات رعدية وأمطار وفيرة وأيضا انخفاض واضح على درجات الحرارة وبالتالي نحن بنعرف فهؤلاء الناس الآن هم بحاجة إلى مأوى بحاجة إلى ملابس دافئة بحاجة إلى أغطية بحاجة إلى شيء يقيهم هذا البرد يقيهم هذا المطر هذا البلل هذا الوضع الجوي القوي يعني يعتبر هذا المنخفض الجوي من المنخفضات الجوية أو الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة له ذات تأثير قوي وفاعلية عالية فاعليتها من حيث الأمطار يعني الآن إحنا عنا في عجلون لحد الآن أو الساعة ثمانية من مساء هذا اليوم سجلت أكثر من تسعين مليمتر وبالتالي غدا صباحا نتوقع أنها تكون تجاوزت الميت مليمتر أيضا منطقة ملكة يعني أكثر شيء كان في المناطق الشمالية أيضا الطفيلة وصلها حوالي ما يقارب من الثلاثين مليمتر الكرك أيضا كمية وفيرة المفرق أيضا إذن كانت الأمطار شاملة العاصمة عمان أيضا كانت أمطار غزيرة وشديدة وأيضا كان في برق خاصة في بعد الساعة أربعة من بعد عصر هذا اليوم كان في برق ما سمعت شرعيد لكن كان موجود وهذا يعني وجود الغيوم الركام والركام المزني المصاحب للجبهة الهوائية الباردة اللي أعطتنا زخات قوية من الأمطار الحالة المتوقعة خلال الساعات المقبلة تحديدا في قطع غزة أبدأ من غزة وثم أنتقل للمملكة يا أوسى جمال غزة بيستمر التأثير يعني الآن هل شفت صور الأقمار الصناعية قبل ما أدخل الآن وقبل ما نعمل المقابلة تقريبا كانت قبل ساعة ساعتين غزيرة في منطقة غزة وشمال غزة الآن أصبحت غزارة الأمطار موجودة في جنوب غزة في منطقة رفح في منطقة خان يونس ومنطقة جنوب غزة وبالتالي أمطار غزيرة وكميات وفيرة من الأمطار عداك أنه فيه هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة يعني أجواء باردة عاصفة من حيث الرياح ماطرة عواصف رعدية قد تكون أحيانا مصحوبة بالبرد بالبرد بالرعد هذه كلها موجودة الآن هذه الليلة في منطقة غزة وخاصة المنطقة الجنوبية من غزة خاصة رفح وخان يونس حاليا تشهد أمطار غزيرة الوضعية غدا تخف يوم الاثنين إن شاء الله بتخف سرعة الرياح بتخف شدة الأمطار لكن تبقى الأجواء باردة أكثر برودة من اليوم وبالتالي هذا يؤثر عليهم لأنهم زي ما حكينا قبل شوي بحاجة إلى ملابس دافئة بحاجة إلى أغطية بحاجة إلى مأوى بحاجة إلى كثير من الأمور اللي تستدعي إنه يحتاط الواحد إلها في مثل هكذا حالي فإذن غدا هو الأبرد يعني اليوم مصلت في عمان 16 غدا 13 أيضا في غزة غدا انخفاض واضح على درجات الحرارة أجواء غائمة جزئيا قديش توقع تستحارة بغزة بكرة الليلة قديش بسجل في غزة أستاذ جمال وغزة على البحر يعني بتظل أدفأ أدفأ بتظل منها تقريبا يعني ممكن تكون بحدود 17 18 صغراء والعظمة بتكون بحدود 20 و21 لكن برضو أبرد من الأيام الماضية وهم متعودين لأنها منطقة ساحلية لكن لما تدخل الجو إلى الداخل بيكون في عندك أبرد من هيك يعني ممكن تكون الصغراء بحدود 15 16 ودائما الإنسان يشعر بالبرودة عندما تقل درجة الحرارة عن 15 16 درجة مئوية لكن بشكل عام الأجواء باردة نسبيا بالنسبة لهم بالإضافة إلى أنه في عندك رياح تزيد درجة حرارة الشعور بشعر أنها أبرد وأيضا في مطر في بلل وبالتالي لما يبتل الواحد بشعر بالبرودة أكثر وبالتالي بتقول الأجواء بشكل عام باردة ماطرة غائمة موجودة أيضا في منطقة غزة لكن غذا تخف لكن تبقى الأجواء باردة وإن شاء الله يوم الثلاثاء تميل الأجواء إلى الاستقرار وابترتفع قليلا درجة الحرارة وأربعة وخميس وجمعة إن شاء الله بتكون أجواء لطيفة بالنهار تميل للبرود قليلا أثناء الليل طبعا هذا الوضع عندهم في غزة لكن أيضا أن نفس الشيء ذروة هذه الحالة الجبهة دخلت من بعد عصر هذا اليوم استمر دخولها أثرت على معظم مناطق المملكة والآن تتحرك إلى الشرق معظم الآن في مناطق كثيرة بالوسط والجنوب والشرق وأيضا حتى الشمال تشهد أمطار غزيرة أجواء باردة غائمة ماطرة عاصفة أحيانا وأيضا زخات رعدية من المطر فيه هناك ارتفاع لمنسوب المياه سواء عنا وممكن أيضا في منطقة غزة أيضا ممكن يصير في بعض الانجرافات من غزارات الأمطار أيضا بعض الانهيارات ممكن قد تحدث أحيانا هذه مخاطر تضاف إلى منطقة غزة أيضا بالإضافة إلى ذلك تدني مدى الرؤية الأفقية كان اليوم العصر والمساء نتيجة الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والعقبي والمناطق الصحراوية الشرقية لكن بعد الهطول صار تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض يعني ممكن كمان الليل يصير بعض الضباب بعض الغيوم ملامسة لسطح الأرض عندنا هنا وأيضا في منطقة غزة أيضا بالإضافة إلى سرعة الرياح تثبيت المقتنيات هذه مخاطر أخرى قد تؤدي إلى أيضا ممكن تتساقط بعض الأشياء غير المثبتة وهذا واضح في منطقتهم أو في منطقة غزة كثير من الأشياء تقريبا غير ثابتة فأي شيء قابل للتطاير أو الطيران هذا بشكل خطر آخر أيضا بالإضافة للبرد والمطر والمياه وأيضا تدني مدى الرؤية الأفقية كلها يعني أوضاع بمعنى آخر أوضاع جوية سيئة بالنسبة لأوضاعهم أوضاع مطر وإن شاء الله منتمنى أنه تكون أمطار خير إن شاء الله أشكرك وإن شاء الله الجو بمير للإستقرار والتحسن يوم الثلاثة أربعة خميس جمعة بيكون التحسن بشكل واضح نعم أشكرك كل الشكر المتشار في تقصر عرب لسالة جمال الموسى كنت معنا مباشرة من هناك أنتقل مباشرة إلى مراسل رؤية في خان يونس غازي العلول غازي مساء الخير مساء الخير محمد غازي لمتابعة أثر الحالة الجوية على النازحين في قطاع غزة والأوضاع الآن إذا لديك أي تطورات غازي أبدأ بها ومن ثم ننتقل لأوضاع الغزيين في جنوب القطاع وفي عمومه تفضل نعم محمد لو ضع مأساوية هنا كنت قد قلت سابقا بأن عشرة دقائق فقط منه طول الأمطار كانت كافية حتى تغرق خيام الغزيين وعلى إثر هذه الأمطار والرياحة الشديدة تطايرت خيام النازحين الفلسطينيين من خلال طبعا هذه الرياحة الشديدة ولم يعد لهم مكانا يجلسون فيه بعد أن ذهبوا باتجاه المجهول خلال الأيام الماضية عندما نزحوا وقدموا إلى جنوب القطاع هنا الخيام غرقت جرفت نتيجة سيول الأمطار سيما وأننا نتحدث عن بنية تحتية منهارة تماما مع القصف المستمر على قطاع غزة وأيضا هناك عائلات فلسطينية تفترش الشوارع ولا تجد لا خيام ولا حتى منازل تاويها بالتالي الأوضاع الإنسانية بالنسبة لهم صعبة هذا أيضا ينطبق تماما على مراكز الإيواء والمدارس الموجودة في طبعا جنوب القطاع هنا وفي كل مكان في قطاع غزة سيما أننا نتحدث عن 29 مدرسة في شمال القطاع لا زالت أو يعني تعتبر مراكز إيواء ويتواجد فيها ألاف الفلسطينيين خلال هذه الأيام أيضا هذه المدارس دخلت إليها مياه الأمطار وغرقت أمتعة الفلسطينيين فيها على الرغم من أنها مراكز من الممكن أن تكون مغلق نوعا ما ولكن الظروف التي يعيش فيها الفلسطينيين هناك صعبة للغاية تتشارك عائلات عديدة الفصول الدراسية وبطبيعة الحال هناك عائلات لم تستطع العثور على فصول تجلس فيها فجلزت في ساحة البدارس وهذا أمر خطير للغاية قد يعني يستدعي تفشي لأوبئة والأمراض سيما فيما بين الأطفال هنا في قطاع غزة وخلال الأيام الماضية بالفعل رصدنا حالات لأمراض معدية وفيروسية كانت قد انتشرت ما بين أطفال طبعا قطاع غزة سيما هنا في جنوب القطاع مع الاقتضاظ السكاني الذي بدنا نلحظه جراء عملية النزوح المستمرة في الأيام الماضية والتي استمرت حتى هذا اليوم هناك آلاف الفلسطينيين يأتون من شمال القطاع إلى جنوبه نعم غازي كيف يتعامل الغازيون مع كل ما ذكرت الآن يعني انت تتحدث عن حالة مأساوية إنسانيا في التعامل مع ملخفض الجوي شو في إجراءات ومنذ الأمس والجميع يحذر مما سيكون جنوب القطاع تحديدا نتجة هذه الحالة الجوية وكيف هي الأجواء الآن لديك غازي؟ هي حالة مأساوية مستمرها وتزداد سوءا في ظل هذه الظروف من الصقيع والرياح الشديدة وأيضا الأمطار الفلسطينيون هنا ابتكروا بعض الحيال التي لا تسمن ولا تغني من جوع في حقيقة الأمر يضعون بعض النايلون أو البلاستيك على خيامهم أو حتى في الأماكن التي يجلزون فيها أملا في حمايتهم من هذه الرياح وهذه الأمطار ولكن في حقيقة الأمر المنخفض الجوي الذي بدأ اليوم سيستمر لثلاثة أيام ومثل هذه الإجراءات وهذه الحيال البسيطة أبدا لن تنجح وستفشل في حماية الفلسطينيين من أثار هذا المنخفض بالتالي عمليا نحن أمام أيام صعبة بالنسبة لهم وخاصة ذلك في ظل قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية والاستهداف المباشر لمراكز النازحين نتحدث عن خمسة مراكز للنازحين خلال 24 ساعة قد قصفت سيما المدارس التابعة للأونورو في شمال القطاع اليوم مدرستين وبالأمس كان هناك ثلاثة مدارس وقبلها بيوم كانت مجزرة مدرسة الفلاح هذه المجازر المرتكبة بحق النازحين داخل المدارس رفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من ثلاثة عشر ألفا وفق البيانات الرسمية من وزارة الصحة مع وجود أكثر من ستة ألاف مفقود حتى الآن لا يعرف مصيرهم لازالوا تحت الأنقاض وبطبيعة الحال هذا المنخفض الجوي سيؤثر على عمليات إنقاذ المصابين والمفقودين تحت الأنقاض خاصة وأن الإمكانات التي تمتلكها أطقم الدفاع المدني لا تسعف أبدا على التعامل مع مثل هذه الظروف وهذه المآسي بطبيعة الحال هي في الوضع الطبيعي يعني كنا نلحظ بأن شوارع في غزة كانت تغرق من من هطول الأمطار والآن نتحدث عن تدمير كامل للبنية التحتية والمصارف الصحية وطبعا الأماكن التي من الممكن أن تفرغ فيها مياه الأمطار وهذا كله لم يعد متاحا والخيارات باتت ضيقة أمام البلديات أمام الدفاع المدني وهو بالفعل ما يؤثر على عمل طبعا هذه الأطقم في مساعدة المصابين جراء الاستهدافات التي لم تتوقف والتي كان آخرها مجزرتين ارتكبتا قبل قليل في بلدة جباليا بالتحديد الاستهدافين أو هذا الاستهداف طال مربعا سكنيا كاملا في البلدة لعوائل نبهان وسعد وكذلك عوائل أخرى منها عائلة القدوة وهي عوائل كبيرة كانت تضم في منازلها عددا كبيرا من النازحي غازي سأبقى معك واسمحني أنا بدي أسألك أن يتحدث على هل هناك أي تواصل واتصال مع شمال القطاع وريد أن أسأل أيضا غازي إذا كان لديكم أي تواصل مع مستشفى الشفاء ومن بقي فيها أو مجمع الشفاء الطبي نعم دعني أبدأ من مجمع الشفاء الطبي بالفعل اليوم وصل عدد من المصابين والمرضى من مجمع الشفاء الطبي الذين استطاعوا إخلاء هذا المستشفى ووصلوا إلى جنوب القطاع هنا عمليا من بقي داخل المستشفى الآن هم 259 مريضا برفقتهم فقط أربعة من الأطباء هم يناشدون الآن بضرورة تدخل المنظمات الأممية لاستقدامهم إلى جنوب القطاع هنا ليتم التعامل معهم وفق حالتهم السيئة سيما وأن التيار الكهرباء انقطع عن مجمع الشفاء الطبي مع بداية محاصرته منذ نحو أكثر من أسبوع وهو أمر غاية في الخطورة مما قد يؤثر على صحتهم وقد يودي بحياتهم في نهاية المطاف اليوم وصل إلى جنوب القطاع 191 مريضا بمساعدة منظمات أممية والبقية ممن كان متواجد داخل المجمع الطبي نتحدث عن 5000 نازح بالإضافة إلى نحو ألف من المصابين وأيضا من الكوادر الطبية خرجوا وتوجهوا إلى الجنوب بعد أن أمر الاحتلال الإسرائيلي والجنود الذين يحصرون هذا المشفى بضرورة إخلائه وعلى ما يبدو بأن الاحتلال ذاهب باتجاه تفجير هذا المكان أما فيما يتعلق بطبيعة الاتصال اسمح لي غازي أستوقفك دخيلة اسمح لي غازي تتحدث عن نية تفجير مجمع الشفاء الطبي نعم وهذا السيناريو بات واضحا سيما وأن الاستهدافات التي طالت بقية المشافي على غرار مشفاء الرنتيسي دمر بالكامل وهناك ضرار كبيرة في بقية الأقسام ولكن حتى هذه اللحظة في مجمع الشفاء الطبي كان هناك تفتيشا حثيثا ومن بعد التفتيش كان هناك تدميرا لبعض الأقسام داخل المباني والمرافق الصحية الموجودة داخل مجمع الشفاء الطبي الاحتلال يغمض العين على تصرفاته داخل هذه المستشفى قام بتجريف الساحة الخضراء فيه جرف وانتشل جثامين أو خطف جثامين كانت قد دفنت داخل المستشفى بعد أن حصرها واختطف ثلاثة منهم أي أن هذه النية مبيتة منذ البداية وهو بالفعل يسعى إلى ذلك وهذا يتزامن مع الحديث عن رغبته في السماح بإدخال المستشفيات الميدانية إلى جنوب القطاع على غرار المستشفى الإماراتي والمستشفى القطري وأيضا المستشفى الأردني الذي من المتوقع أن يصل صباح الغد من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر وفق ما وردنا بالتالي هو يريد تدمير البنية التحتية للمنظومة الصحية نهائيا ويريد بطبيعة الحال تدميرها بشكل كامل وتدميرها بشكل كامل سيكون من خلال التفجير أو القصف المباشر أو استمرار المدفعية في قصف بقية الأقسام بداخل هذا المجمع الطبي وعلى ما يبدو بأننا متجهون نحو هذا السيناريو بالتزامن مع استمرار محاصرة هذا المستشفى ووجود عدد فيه ربما إذا ما تم إخلاء بقية المرضى والكادر الطبي المتواجد فإن الاحتلال سيذهب باتجاه تنفيذ هذا الأمر وهذا أيضا ينطبق على بقية المستشفيات التي لا زال حتى هذه اللحظة يحاصرها على الرغم من انسحابه من بعض المحاور التي كان يقاتل فيها منذ ثلاثة أيام انسحب من شارع الثلاثين من حي الرمال وتوجه شمالا سيما وأنه يتحدث الآن عن الوصول إلى بلدة جباليا مخيم جباليا ومنطقة تل الزعتر والمناطق الشمالية التي يريد من خلالها تكرار السيناريو الذي نفذه في مدينة غزة ويريد أن يكرره حاليا في شمال القطاع وتقول وسائل الإعلام العبرية بأن الاحتلال يريد أو يحتاج نحو أسبوع لتطبيق عملياته على الأرض وتنفيذ مخططاته فيما يتعلق بشمال القطاع هذا الكلام نقلته يدعو تحرانوت وهي أحد الصحف التي تعتبر ذات مصداقية لدى الجمهور الإسرائيلي بالتالي عمليا هو يريد أنهاء المنطقة الشمالية للتفرغ لخططه المستقبلية والمتعلقة بجنوب القطاع هنا في خانيونس على وجه التحديد بعد أن أنقى مناشير لسكان المناطق الشرقية منطقة بنسهيلة إخزاعة الزنع عبسان الكبيرة الفقاري كل هذه المناطق طالبها الاحتلال الإسرائيلي عبر مناشير واتصالات هاتفية بضرورة التوجه نحو الوسط وغرب مدينة خانيونس فيما يعرف بمنطقة المواصي اليوم أيضا خرجت أخبار بأن هيرسي هاليفي وهنيكبي وهما المسؤولان في الجيش الإسرائيلي قالوا بأنهم قدموا الخطط لنيتنياهو للمصادقة عليها وهذه الخطط متعلقة بقضية العمليات البرية أو العملية العسكرية التي ينول احتلال تنفيذها في جنوب القطاع وهو الأمر الذي يخشاه الفلسطينيون بشكل واضح وصريح سيما وأن الاكتظاظ السكاني المتواجد هنا لا يعرف أين سيذهب وهو تطهير عرق جديد بالنسبة للفلسطينيين إذا ما تم نقلهم من شرق مدينة خانيونس إلى الغرب أو إلى المناطق الجنوبية أكثر مثلا مدينة رفح وهو ما يفسر بأن الاحتلال يريد بالفعل الذهاب باتجاه تضييق الخناق على الفلسطينيين وبات من غير المفهوم إذا ما كان يسعى بالفعل للوصول إلى المناطق الأقصى جنوب القطاع كرفح أو حتى إذا ما أراد تطبيق خطته في الهجرة لا أحد يطبق الهجرة على الغزيين هذا واضح وهذا مفهوم وهذا قناع لنا جميعا ولكم أيضا في قطاع غزة والاحتلال يحاول جاهدا أن يضغط على المنظومة الصحية للضغط على الغزيين وهذا بالتأكيد ما لن يسمح به أهالي غزة المتمسكين بأرضهم وتراثهم وأعود للشمال إذا كان هناك أي تواصل مع من هم متواجدون شمال القطاع غازي بعجالة لو سمحت نعم منذ انقطاع الاتصال بسبب نفات كميات الوقود والتي أعلن عنها يوم الخميس الماضي وبالفعل فقدنا الاتصال ليوم ونصف هنا في جنوب القطاع وفي كل أرجاء قطاع غزة وبعد أن وصلت بعض الشاحنات لشركة الاتصالات نتحدث عن 17 ألف لتر من الوقود وصلت بالفعل إلى شركة الاتصالات وإلى البلديات هنا للعمل في إطار عودة الاتصالات عادت هذه الاتصالات فقط في جنوب القطاع ولم تعد في شمال القطاع الاعتبار أنها منطقة عسكرية مغلقة ومنطقة عمليتية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أي أننا لا نعرف أبدا أخبار ما يدور في شمال قطاع غزة سوى من خلال المصادر الطبية التي لا زالت تمتلك بعض الوقود وتشغل بعض الأقسام الضيقة في المستشفى الأندونيسي على سبيل المثال بالتالي الأخبار منقطعة من شمال القطاع تماما ولا يمكن معرفة مصير من بقي هناك كيف سيكون خاصة وأننا نتحدث عن بدء عملية موسعة في الشمال بالتحديد منطقة مخيم جباليا بلدة جباليا كذلك المناطق الأخرى منطقة الصفطاوي اليوم شهدت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا مناطق أخرى من المتوقع أن تصل لها الآليات العسكرية الإسرائيلية وأن تدور فيها اشتباكات على إثر هذه الاشتباكات بالمناسبة اليوم المقاومة الفلسطينية أعلنت إعطاب وتدمير 29 آلية عسكرية لجيش الإسرائيلي لا أريد أن أكرر معلومات فقط لذق الوقت غازي إذن لا اتصال مع الشمال ولا تعلمون حالة من بقي يقتل شمال قطاع غزة اليوم تماما أبدا لا يوجد اتصال مع شمال قطاع غزة وحتى هنا في الجنوب الاتصال نجد فيه صعوبة بالنظر لسؤال أحوال الجوية وأيضا لتدمير أبراج الإرسال وكذلك تضرر المقاسم والبنية التحتية بالنسبة لشركة الاتصالات لكن الاتصالات مع شمال القطاع ومدينة غزة انقطعت تماما نعم أشكر كل الشكر غازي العليو المراسل رؤية في منطقة خان يونس وفي قطاع غزة أشكر كل الشكر